أسياد العضلات في كامل نشاطهم تمرين شاق لهؤلاء الرياضيين البورميين ففي حين يشهد بلدهم تحولات جذرية بدأت الإصلاحات السياسية تطال الوسط الرياضي الذي أهمل طوال حقبة الدكتاتورية التي امتدت نصف قرن أريد أن أكون أهم رياضي كامل الأجسام في بورما أنا على الطريق الصحيح ظروف التمرين صعبة جدا ولكن الحكومة الإصلاحية الجديدة بدأت تستثمر في كامل الأجسام ورياضات أخرى خطوة لها مصلحة فيها إذ تستضيف البلاد في كانون الأول ديسمبر دورة ألعاب جنوب شرق آسيا وتأمل الفوز بميداليات خلالها وعلى رغم الثقافة المحافظة تحظى بورما بسجل مشرف في هذه الرياضة الاستعراضية أهم شيء هو التناسق والمقاسات بعد هذه العضلة الطويلة هناك عضلة قصيرة وقد فاز هذا الرياضي بميدالية برونزية بنتيجة التصفيات إلا أنها غير كافية للتأهل إلى دورة ألعاب جنوب شرق آسيا لكنه يبقى صعيدا لمساهمته في النهود برياضته الكثير من الشبان يمارسون كمال الأجسام لأنهم يبدون بمظهر أجمل وبصحة جيدة وأقوى ولكن المسألة ليست فقط مسألة مظاهر إذ يأمل الرياضيون في بورما نتائج ملموسة لرياضتهم ولبلادهم